موسيقى قامت وزارة التجارة والاستثمار السعودية بالتشيير بشركة المراعي وذلك نتيجة لارتكاب الشركة لمخالفة غش تجاري وأشرت الوزارة إلى أن عقوبة التشيير قد جاءت نتيجة لقيام الشركة بإنتاج وتسويق منتجات ألبان بتواريخ غير صحيحة موضحة بأن العقوبة تضمنت فرض غرامة مالية على شركة المراعي ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة الشركة بالمقابل كانت ردة المراعي في بيان على هذه القضية وذكرت بأنها تعود لشهر رمضان وأن حدوث خطأ في التاريخ لعدد محدود من المنتجات وأنه لا يؤثر على جودة المنتج وصلاحية استهلاكه حتى تاريخ صلاحيته لكن دعونا نلقي نظرة على مبيعات شركة المراعي إذا ما تبعناها من عام 2011 والتي كانت حققت فيها قرابة 7 مليار و 950 مليون ريال رأينا بعد ذلك بأعوام خفزات بهذه المبيعات حتى نهاية 2015 وصلت إلى قرابة 13 مليار و 800 مليون ريال سعودي أما المتوسط السنوي لنمو المبيعات بين 2005 و 2015 فبلغ قرابة 18.9 مليون ريال أرباح شركة المراعي بالمقابل أيضا كان فيها تطور ونمو من 2011 بلغت قرابة المليار و 140 مليون ريال وحتى نهاية 2015 وصلت إلى قرابة المليار و 910 مليون ريال أما توزيع منتجات شركة المراعي فتستحوذ الألبان التازجة على التوزيع الأكبر بنسبة 41.9 في المئة هناك الألبان طويلة الأجل نسبتها 9.8 فئة من منتجات الشركة إلى جانب العصائر بقرابة 13.9 في المئة لدينا الأجبان والزبدة تمثل حدود 12.2 في المئة ومنتجات المخابز نسبتها 11.8 في المئة من عملية التوزيعات أما الدواجن فتمثل 9.2 في المئة والمنتجات الأخرى بنسبة 1.2 في المئة لكن ماذا عن التوزع الجغرافي بالنسبة لمنتجات المراعي ما زال السوق السعودي والمحلي يمثل النسبة الأكبر من عمليات التوزيع بنسبة 63.7 في المئة أما الإمارات نسبة التوزيع فيها تصل إلى 9.7 في المئة وفي مصر هناك نسبة 6.4 في المئة من مبيعات طبعا المراعي سلطنة عمان نسبتها 5.1 من المنتجات وقطر كذلك على نسبة الخمسة في المئة والكويت نسبتها 4.7 في المئة أما حصة الأردن فتصل إلى 2 في المئة وأخيرا في البحرين نسبتها قرابة الـ 2.1 في المئة إذا ما ألقينا نظرة على مسيرة عمل الشركة وتحديدا من 2005 حيث تم الإدراج بالسوق السعودي بعدها أيضا بـ 2007 تم الدخول إلى قطاع المخابز وفي 2009 بدأت بنشاط جديد بالدخول إلى قطاع الدواجن وفي عام 2010 بدأت بعملية تصنيع حليب الأطفال في عام 2011 بدأت بالتوسع خارجيا والدخول إلى الأسواق الخارجية من خلال سوق الأرجنتين وعملت على تأسيس المزارعون المتحدون كشركة لديها بعام 2013 وبدأت بعمليات توسعية استراتيجية في كل من السوقين المصري وكذلك الأرجنتين بعام 2014 وفي العام الماضي تم الاحتفال بالعيد العاشر لتأسيس شركة المراعي اشتركوا في القناة